ولكن جاء يسوع أحبائي ليخلص وهذا الخلاص هو خلاص في الماضي الخلاص من الخطية خلاص في الحاضر من قوة الخطية من شر الخطية من سم الخطية من لدغة الخطية خلاص في المستقبل اللي هو الفداء توقع فداء أجسادنا عندما يكون الخلاص كامل كما قيل في رسالة تقرم يا الإصحاح 13 من الآية 11 وهذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور هذا الخلاص كامل أحبائي ماضي حاضر ومستقبل وإلى الأبدية ولكن في هذا الاسم تحمل في طياته الألوهية فالمخلص بحسب العهد القديم هو الرب يهوى يهوى هو المخلص مثلا أحبائي منشوف مثلا أن هذا هو اسم يهوى في العهد القديم أي أنه يخلص أنا أنا الرب وليس غيري مخلص إشعية 43 والآية 11 في هوشع 13 آية 4 ولا مخلص غيري في إشعية 45 آية 21 أليس أنا الرب وبيكمل يقول إله بار ومخلص ثم بنفس الإصحاح يقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض لأني أنا الله وليس مخلص آخر في إشعية 12 بيترنم إشعياء آية 2 آية 3 لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا فتستقون مياها بفرح من ينبيع الخلاص فإذا اسم يسوع هو المخلص طبيعته الخلاص عمله أن يخلص من أجل هذا تسمى يسوع من الملاك أي اسم على مسمى تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم وعلى فكرة هذا الاسم يتفرد فيه فقط يسوع المسيح الاسم الوحيد أنه المخلص لم نقرأ قط عن أي نبي آخر يطلق عليه هذا الاسم يمكن القضاء قديما كان منقذ أو يخلص من العبدية من الأعداء من الأشرار بالحرب أو في توقعات معينة لكن لا يستطيع أحد أن يقول أنه قادر أن يكون المخلص أن يخلص من الخطيئة وأن يكون سبب الخلاص وأن يكون الهدف للخلاص والدافع للخلاص وأن يكون حمل الله الذي يرفع كل خطيئة في هذا العالم ترجمة نانسي قنقر